بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد حقوق القرآن الكريم القرآن الكريم فيه نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكأنه نبي مقيم بيننا القرآن الكريم من غير تشبيه ولكن صورة تقريبية هو كتلوج للصانع مع صنعته فكأنه سير إنتاج يخرج لي المسلم فعندما يخرج المسلم مطابق للمواصفات القرآنية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وعندما يخرج المنتج غير مطابق للمواصفات القرآنية ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا القرآن الكريم هو حبل الله المتين هو الذكر الحكيم هو الصراط المستقيم القرآن الكريم هو الطمأنينة هو الشفاء هو الرحمة هو العزة هو النصر القرآن الكريم مصنع الرجال مصنع الأبطال لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح أهل القرآن الكريم هم أهم أهل الله وخاصته وهم أقرب الناس إلى الله عز وجل ومن حفظ القرآن أدرجة النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه القرآن الكريم يقوم على خمسة محاور وله خمسة حقوق المحاور الخمسة يعني القرآن الكريم بيكلم عن خمس قضايا المحور الأول الله بأسمائه وصفاته المحور الثاني الكون بسمائه وأرضه المحور الثالث القصص للأنبياء والصالحين المحور الرابع التشريع عبادات ومعاملات وأحكام وأقضية وأخلاق وقيم المحور الخامس الدار الآخرة احفظ يبقى محاور القرآن خمسة وحقوق القرآن خمسة احفظ رقم واحد أول حق من حقوق القرآن إنك تسمعه وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصته يبقى الحق الأول الاستماع نقولهم بسرعة الحق الثاني التلاوة الحق الثالث الحفظ ما استطعت إليه سبيلا الحق الرابع التدبر الحق الخامس العمل الحق الأول استماعه إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصته يبقى لابد من استماع القرآن الكريم حد مش قادر يقرأ حط السماعة في أذنك واسمع أنت سايق عربيتك شغل القرآن الكريم واستمع يكون معك ملائكة حولك والعربية نفسها تشهد لك أمام الله عز وجل رقم اثنين التلاوة والتلاوة أعلى شوية من القراءة لأن القراءة كأنني أقرأ جرنان فمن فعش أقول يتلو الجرنان يتلو كذا إنما التلاوة خاصة بالقرآن ليه وأن أتلو القرآن لتخيل واحد دخل القاعة يقوله من التالي يبقى التالي يعني الذي يتبعه فالتلاوة فيها اتباع فالتلاوة أعلى من القراءة قال الله عز وجل وأن أتلو القرآن طب رقم ثلاثة الحق الثالث من حقوق القرآن الحفظ ما استطعت إليه سبيلا القلب اللي فيه قرآن قلب حي والقلب اللي مفهوش قرآن قلب ميت أقل ما يكون مش مشكلة يعني هو ليس فرضا ما استطعت إليه سبيلا لكن ما تخليش قلبك خالي من القرآن قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم احفظ من القرآن ما استطعت الصور القصار تقدر تحفظ القرآن كله عظيم جدا تقدر تحفظ نصفه عظيم جدا ربعه عظيم جدا اللي حافظ القرآن النبوة كلها بين كتفي نصف القرآن نصف النبوة ربع القرآن ربع النبوة وربنا جعل درجات الجنة بعدد آيات القرآن فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد احفظ من القرآن ما استطعت إليه سبيلا رقم أربعة التدبر التدبر يعني ايه تدبر الشيء يعني نظر في دبر الشيء يقول لك الدبر والخلف يعني ايه التدبر أنظر فيما خلف المعنى أنظر في عمق المعنى أنظر فيما وراء المعنى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن مثلا لما ربنا يقول عن إبليس مع سيدنا آدم وأمبنا حواء فدلاهما بغرور ما قالش فدلاهما ليه دلاهما افتكر الدلو المعلق في البئر وأنه لا يستقر على حال فالعلماء قالوا أول مدخل من مداخل إبليس الحيرة يخليك مش عارف تاخد قرار أسافر ولا مسافرش أتجوز ولا ما تجوز أشتري ولا بيع يخليك متحير جبنا منين الكلام ده من قول الله عز وجل فدلاهما بغرور فالتدبر عظيم جدا تبتدبر ازاي قلل من الحفظ والقراءة فردد كثيرا اقرأ مختصر للآيات اللي بتقرأها وابدأ اعمل عقلك فيها أخيرا من حقوق القرآن العمل به يتلونه حق تلاوته حق التلاوة العمل بالقرآن الكريم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يبقى من أعظم حقوق القرآن العمل بالقرآن كان العلماء يقولوا ان الغيس ربيع الأرض يعني المطر ينزل من السمع على الأرض فيخرج منها الزرع فيخرج منها الزرع والقرآن ربيع المؤمن ينزل على قلوبنا فيخرج منها الإيمان والتقوى فيا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم اقرأوا القرآن افهموا القرآن احفظوا القرآن تدبروا القرآن اعملوا بالقرآن حكم حياتك بالقرآن كن قرآنا يمشي على الأرض فإن لم تستطع فكن ورقة مصحف يمشي على الأرض حدثني عن غرامك بسورة حدثني عن غرامك بآية تلقى الله بها يشفع لك القرآن بين يدي الرحمن اللهم آمين شكرا جزيلا